موسيقى وهلأ رح نروح لقضية اليوم عادت اللجنة القانونية في مجلس النواب المادة 308 إلى واجهة الأحداث لضن ناشطين بقضايا حقوق المرأة بإقرارها تعديلات قانون العقوبات دون إلغاء المادة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ التشريعات الأردنية نعم اللجنة النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقائها مع حصرها بثلاث حالات بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات وبعد تعديلات اللجنة أصبح النص يقول تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوة العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة بعد أن كانت ثلاث سنوات وانقضاء أيضا عشر سنوات على الجناية بعد أن كانت خمس سنوات وذلك في حال انتهاء الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع نعم قرار اللجنة النيابية جاء صادما للمنظمات النسائية والحقوقية والنشطاء الذين استفشروا خيرا لقرار اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي أوصت بإلغاء المادة للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الستوديو الصحفية سمر حددين المختصة في مجال حقوق المرأة يسعد صباحك والصلاة والصلاة صباح الخير القوم للمشاهدين أهلا وسهلا فيك توصيات صدرت عن اللجنة القانونية للنواب وصفات بأنها مخيبة للأمال لماذا هذا التأرجح في المواقف النيابية بخصوص المادة 308؟ وهل ما حصل يعتبر نكس الجهود الشعبية والحقوقية؟ هل بداية هي أصلا المادة مثيرة للجدل كثيرا يعني في ناس مع إبقائها وناس معارضين لإبقائها وبدهم إلغاءها هل اللجنة القانونية البرلمانية استمعت لوجهات نظر يعني عديدة وعلى ما يبدو استمعت أكتر للناس اللي يؤيدوا إبقاء هذه المادة فذهبت باتجاه إبقائها مع إجراء قليلة من التحسينات يعني أكيد يعني الوصول إلى فكرة إبقاء المادة هو أكيد يعني انتكاسة أو شعور بعدم القدرة على أنه يحدث تغيير في المؤسسة أو في السلطة التشريعية باتجاه إلغاء هذه المادة اللي لهم أكتر يعني من سنتين أو ثلاث عم بيحاولوا يشتغلوا ويضغطوا عبر الإعلام عبر ورش عمل عبر اتصالات مباشرة مع الجهات المعنية إن كانت حكومية أو نيابية باتجاه إلغاء هذه المادة نعم أستاذ سمر يعني هناك تيار بقول أنه هل قانون أو إلغاء هذه المادة ليست ضرورة قصوى وعدد الحالات في هذا القضية أو في هذه القضايا يعني قليل ونادر جدا وهناك تشريعات أخرى أولى بمحل أنها يتم مناقشتها وتعديلها مثل قانون الأحوال الشخصية سيد سمر إذا عندك يعني أرقام عن القضايا اللي تم أخذ الزواج فيها كعذر يوقف العقوبة في جرائم الاقتصاد حلى بداية يعني هاي المادة هي جزء من قانون العقوبات نعم نعم قانون العقوبات أصبح يعني بحاجة إلى تعديل لعديد من المواد ليس فقط هذه المادة نعم حلى تركيز الإعلام على هاي المادة لأنه فيه شغل من قبل يعني نشطة أو ناشطات منظمات حقية بهذه القضية لكن هناك يعني مواد فيه القانون مهمة وبحاجة لعادة النظر يعني ما عد أنه يعني تبقى كما هي إلا علاقة بقضايا يعني أسبب المثال موضوع إطلاق العيارات النارية إلا علاقة مثلا بموضوع التحرش الجنسي لما كان عمره مجرم يعني قضايا عديدة يتضمن هذا القانون هلا قانون أحوال الشخصية صحيح إحنا بحاجة إلى عرضه لكن إجمالا هو كقانون الثغرات اللي فيه يعني مش كتير كبيرة مقارنة مع الثغرات والقضايا اللي بحتاجها لقانون العقوبات لأنه يعني يتم طرحه ومناقشته هلا بالنسبة للأرقام اللي تم استخدامها عبر هاي المادة هي صعب حصرها لأنه عندما يتم عقد زواج بين اتنين ما بيكونوا حاكين أنه هذا والله الزواج تم لأنه هاي الأسباب بس أنا بأعتقد ينبغي أنه يكون في عندنا أرقام وينبغي يكون عندنا بيانات ليش؟ لأنه إذا تم زواج عبر هذه المادة لو بقيت كما هي في القانون إذا حصل طلاق نستطيع ندرك أنه هذا الطلاق حصل قبل المدة القانونية عندها يجب أن يلاحق الزوج إذا طلق زوجته قبل يعني إذا تعدل لسبع سنين إذا الجنحة وإذا عشر سنين إذا الجناية لأنه كتير حالات يعني بتم على الزواج على هاي المادة وبتم تلق قبل إنقضاء المدة وما حد بلاحق الزوج لأنه ما حدش يعرف أنه صار هذا الموضوع نحن نرجع أستاذ سمر لمجلس النواب هل أمل معقود على النواب النساء لتحريك المجلس أن إذا أنهم يلغوا هاي المادة مادة 308 إلغاء تام وعلى أرض الواقع هالموضوع ما بك في مرحي حقق الأغلبية النيابية كأصوات فشو الحل العملي برأيك؟ هلأ بالنسبة لموقف النواب هلأ فيه نواب مش فقط نساء يعني مع الزواج المادة لايك فيه نواب يعني رجال بس يمكن هم يقدوا خلينا نحكي تحريك الموضوع معك يعني مؤيدين لهذا الموضوع وهذا أنا بعتبره يعني إجانب إجانب بيه حتى لا يقال أنه فقط النساء اللي يعني يبسوا لهذا الأمر هي يعني مادة يعني بتهم المجتمع كل كل بعدين أنا في يعني بهذا المجال بحب أحكي نقطة صحيح يعني وجود هاي المادة يعني إذا حكينا عن قضايا العلاقة بالاغتصاب أو هاتك العرض هي مؤذية أنه فتاة تتزوج واحد سبب لهذا الأمر لكن منها يجب كان يجب عن مشرع أن يهتم بالجانب الاجتماعي بحل هاي القضية يعني لا يترك الفتاة التي تعرضت له هاي المشكلة وحيدة تواجه مجتمع أو تواجه أسرة أو يكون مصيرها أنها تكون في مركز رعاية مثل مركز رعاية الخنساء للحماية أو في جويدة إذا كانت أكبر من 18 سنة فأنا بعتقد أنه إلغاءها يجب أن يتبعوا أمور أخرى تساند هذه الفتاة التي وقعت ضحية لهذا الاعتداء نعم نعم طب أستاذ سمر يعني حماية القاصرات في حالات معين من الاستغلال الجنسي والابتزاز هو الهدف الرئيسي من السعي نحو إلغاء المادة 308 لكن هناك كانت تشريعات صدرت مؤخرا باستماح بالزواج لمن هم تحت الـ 18 وأتموا الـ 15 أستاذ يعني أليس من الضرورة أن تتسق الجهود لتعديل أو إلغاء كل المواد التي تسمح بتزويج القاصرات كضرورة اجتماعية؟ هنا أنا في نقطة أساسية أريد أن أركز عليها قانون الأحوال الشخصية لا يسمح بالزواج من هم دون الثامن عشر القانون يقول أنه لازم يكون أكمل الثامن عشر الشمسيين كانت الخاطبة أو المخطوبة هناك في سوق فهم حصل من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض المواطنين الذي صدر هو تعليمات هذه التعليمات أصلا كانت موجودة في 2011 كانت تختص بقضايا استثنائية هذه حالات معينة كانت في الاستثنائية ما زالت في حالات معينة التعديلات ضيقت هذه الحالات مع أني أنا ضد وجود استثناء يجب أن يلغى الزواج عن كل الحالات لأنه زواج القاصر جدا سيء حتى لو كان يعني هون تسمح بزواج القاصرة أحيانا بيكون مدخل زوجه فتيات عبر هذه التعليمات بحجاج يعني واهية من قبل الأهل أو من قبل يعني اللي بيقوم بعد العملية أنه يمشيها بأسباب واهية أنا أعتقد يجب أن تضيق لأضيق الحدود أو تلغى يعني لقضايا لقضايا اجتماعية مستعصية أنه ينبغي أن يتم هذا الزواج في عمى عادة ذلك يجب أن تلغى تماما ولا يسمح عبر هذه التعليمات لتزويج الفتيات القانون لا يسمح لكن هناك مخرج عبر التعليمات والتعليمات يعني ليس شي قوي أنه منقدر يعني عليه ومنقدر نغيره لأنه حتى ما بدهش مجلس الشريعي وما إلى ذلك نعم الصحفية سمر حدددين شكراً كثير لإلك على هذه المعلومات اللي عطينا إياها وأكيد جهودكم دائماً مباركة شكراً كثير لإلك شكراً جزيلا